أكد وزير الخارجية سمح شكري أن مصر بصفتها رئيس مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 تدرك التحديات المتعلقة بقضايا تغير المناخ وخلال كلمة ألقاها في إسبوع المناخ لإفريقيا المنعقد بالعاصمة الجابونية لفرفيل أكد شكري أن مصر مستمرة في تحليل وتقييم تنفيذ التعهدات والالتزامات الصادرات عن قمم المناخ السابقة بباريس وغلاسكو الدول النامية على وجه التحديد في أفريقيا يجب أن تتعامل مع كل هذه التبعات بينما تواجه الصعوبات الداخلية الخاصة بها وتحديات التنميع كرئاسة قادمة لكوب 27 فإننا ندرك هذه التحديات وأنه يجب أن وجه تغير المناخ ونحن مستمرون في تحليل هذا الوضع المتطور وتأثيراته بالإضافة إلى تقييم تنفيذ التعهدات السابقة والالتزامات من تاريس حتى غلاسكو